بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد هنكمل مع بعض يا جماعة اخر حاجة وهي الرتوش الاخيرة الموجودة في الابلود وهي حاجة من الحاجات الناس كتير بتعملها اللي هو ان انا اعمل random name للاسم بتاع الفايل ناس بتكون كتب الاسم بالعربي ناس بتكون كتب مثلا فايل عايز يختاركك اسامة.php.jpg مثلا اي ان كان الموضوع ده كله فكرة ان انت تعمل random name دي حاجة جميلة الشخص مش مطالب ابدا انه يلازم الصورة بتاعته بنفس اسمها تطلع في الويب لان البساطة ناس بتسمي الصورة بالعربي وناس بتعمل حاجات غريبة في الصورة فالاحسن عشان تكون ماشي على better than salim ان انت تتدي random name للصورة وتبعتها في الdatابس بالrandom name ده وتبقى انت في السليم ولو عايز يعني فيه ناس بتعمل حركات من الحركات الصيعة جدا لو انت عايز ان انت تسجل اسم الصورة للشخص رفعها به والاسم الrandom وتبعت الاتنين في database عشان تقدر تتعامل بيهم باي طريقة تعجبك بعد كده في الموقع تقدر بسهولة تبعتهم كقيمتين مختلفين واحدة فيها ال name العادي اللي هو الشخص رفع به واحدة فيها الrandom name اللي بيظهر به الصورة في الموقع يعني عايز اقولك ان انت تقدر تعمل كل ما تتخيله طول ما انت فاهم برمجة لبساطة شديدة طيب اول حاجة نعملها ان انا عايز اعمل الrandom name ده الrandom name ده طالب مني ايه عشان اعمله انت عايز اول حاجة الامج اكستنشن الامج اكستنشن اهو جبناه والحمد لله ما فيش مشكلة فيه خالص فانا عايز دلوقتي احط اسم عشوائي اولد اسم عشوائي واروح حاطة بعديه على طول اللي هو الامج اكستنشن اللي هو انا جبته دلوقتي بالسطر ده طيب الكلام ده كله قبل اللي تشيك احنا عايزين يتشيك هنا خالص احنا كل ده قبل اللي تشيك هنطلعه هقوله get random name for file هروح هنا اقوله ان مثلا عايز image random مثلا احط طبعا الاي عشان هعمل كزا واحد وهتبعهم في وسط الاري اكيد الامج random بيساوي وعندي فانكشن اسمها rent عندك مليون فانكشن بتعمل بيها random number يعني زي ما تحب مفيش مشكلة خالص يعني الامج random ده زي ما انا شايف هيطلع علي رقم عشوائي بس لسه محطتش الامتداد انا عايز بس اتبعه واقريك واحنا بنرفع السور هيعمليه طيب انا برفع السور هنا في حالة ان مفيش error بيقول ان file number كزا وال file name كزا والمفروض نحطهم في div يعني عشان بس العملية تبقى في السليم خلينا نحطهم في div بسرعة div هنا و div هنا و slash div وهنا نفس الموضوع slash div بعد كده هحط انا في السطر التالت تماما هنا هقول له file name اهو وال new name ال new name ده هيكون ايه ال image random ده الاسم الجديد اللي انت عملته اللي هتبعته في ال database اللي هو لسه عاملينه هنا هو ببساطة اسمه image random نفس السطر الظريف ده هتعمله حتى في error لو انت عايز يعني انا بديك بس مثال ما فيش مشكلة file name وبعده هنا ال new name نفسه ما فيش مشكلة خالص عشان لما يطلع هنا error برضو في التكست بعارف انت عملت له ليه بس معينه بصراحة بأمانت الله يعني الفايل مادان valid انت مش محتاج ال random name ده فما فيش داعي ندفها انت بتحط ال random name عشان ده هتبعته لل database دي الناس اللي احنا نقناهم لكن دول invalid مش عايزينه فاخلص الموضوع طيب طبعت انا ال random name وهبدأ اروح دلوقتي ارفع سور سليمة وسور لأ وهشوف ايه اللي هيسر رفعت الخمس سور وقل open هنا واقل له upload نشوف بقى ايه اللي حصل دلوقتي الفايل name هنا زي ما انت شايف طبعا مفيش غير واحد بس اللي ترفع يعني حاجة حظ نحسب صراحة مفيش غير واحد بس اللي ترفع الباقي كله حجمه طبعا كبير فهاجي عدل بقى شوية في ال restriction بتاعي ده وخليها مثلا ايه مية مية الف مية الف كده المفروض ان فيه بس تقريبا صورة واحدة بس اللي هتعدي اللي مش هتعدي صورة واحدة بس هروح ارفع الصور بتاعتي كلها تاني open و upload بتاعه نتفرج دلوقتي ايه اللي حصل الصورة الاولى كانت بي more than x عشان حجمها مية وتلاتة الف خلاص براءة فلتت الصورة التانية uploaded الفايل نيم اهو والنيو نيم اللي انا هحطه في الdatاباس اهو الصورة التالتة uploaded الفايل نيم اهو والنيو نيم اللي انا هحطه في الdatاباس اهو تمام الفايل الرابع وفي نفس الوقت كانت بي more than x والفايل الخامس اللي هو التكست not valid والحمد لله بقى عندي صورتين دلوقتي طب تعالى بقى مع الصورتين دول زي الباشا كده نروح دمجين معاهم الامج اكستنشن المانع هقوله ان الصورة الراندوم نيم دي حطيلي رقم عشوائي وبعده الاكستنشن عشان بقى جبت الصورة بامتدادها واقوله زي ما انت شايف هنا مفيش دوت حط دوت وعامل كده احط هنا الدوت في النص عشان يحطيلي الاسم العشوائي او الرقم العشوائي والدوت واللي امتداد واقوله ريلود زي ما انت شايف يا ده الولد نيم والنيو نيم بالجيب جي بتاعته ولا البي ان جي ولا اي امتداد هو جابه ايا كان اي هو فكده بقى عندي يا جماعة اسم عشوائي اعتمد عليه عشان ابعته في الداتابيس وفي نفس الوقت الفايل نيم الاصلي ما زال برضو عندي طيب تعالى بقى نشوف السور اللي نقلناه هصل لها ايه دلوقتي هروح انا اشيل الكلام ده كله اللي في الاب واروح دلوقتي ارفع السور عشان اوريك ايه الاختلاف او اوريك احنا ليه مع احنا في حاجة لسه ما عملناهاش احنا رفعنا السور بتترفع باسمها لازم ارفعها بالاسم الجديد فهاجي هنا اروح عند مين اروح عند الموف ابلودت فايل طيب مني الامج نيم لا الامج راندوم الاسم الجديد لانا انشأته امج نيم ليه ما انت خلاص غيرته محتاج دلوقتي الاسم الجديد واروح رافع دول كلهم وقول له ابلود زي ما انت شايف هنا السور اترافعت بالاسم الجديد بالامتداد والحمدلله ومفيش اي مشكلة خلاص عندنا حاجة بعد كده مهمة جدا احنا عملنا الاندم نيم والحمدلله وكله تمام انت كده في السليم انت كده في البيس بس فاضل حاجة مهمة السور دي كلها بتتحط في الاتاباس ازاي في ناس مش فهم النقطة دي وبيديعوا فيها السور دي كلها ببساطة شديدة بتتحط في الاتاباس اسا سينجل سترينج لو انت بس ان صورة سنجل بتتحط في الاسم ده بس اللي هو ده بالامتداد بتاعه طب انا بستدعي ازاي مؤمن في الموقع ما دام هو اسم بس بحط مصور للأبلود كاملا وبعده اسم الصورة فبيجيب لي الصورة كاملة خلص الموضوع ببساطة شديدة طب استناني لما خلص انت هتكاروت ازاي خلص نحن دلوقتي عندنا كزا صورة ازاي نطلع على الكزا صورة دول في واحد ونبعتهم في الاسم ونهندلهم ونرستقهم ازاي في الاول كان ممكن انت تعتمد على الامج نيم ده كاري مثلا وتطلع على الاسماء دي كلها فياري جديدة وتبعتها على داتابيس على سترينج واحد كسترينج واحد لكن في حاجة حصلت هتمنعنا من احنا نعمل ده ان انت اصلا غيرت اسماء السورة السورة كلها جوه بموضوع الراندوم ده فلازم جوه الفول لوب نبني اري جديدة هي اللاست امج اللي هنبعتها في الداتابيس جوه الفول لوب حلو قوي هاجي هنا ببساطة شديدا نعمل سيتنج ارور اري وهقوله هنا سيتنج مسلا داتابيس امج نيم اي حاجة اي بتنجان مش هتفرق الاسم ده مش هيفرق وهقوله هنا ان الاري دي اسميها اول امج بتساوي اري بقى عندي اري فاضية اسمها اول امجز هدخل على الفول لوب اشوف مين البشوات اللي احنا اخترناهم اللي هو الفايلز اللي اخترناهم واروح هادفهم جوه الاري دي بعد ما خلص خالص الاري دي بقيت جوه العناصر دي اروح مطلعها بر خالص واحولها السترينج وابعت السترينج ده عالداتابيس شفتوا السيناريو بسيط ازاي طب تعالا بقى نشوف ان اعمله ازاي هنا دلوقتي انت عايز تحط اي سورة قابلك لا انا عايز احط السور اللي هنا اللي هي نجحت بس السور اللي نجحت اي سورة تاني ما تحطهاش في الداتابيس هعمل ايه هروح جايب له السور بتاعتي او اللي هي الاري بتاعتي اسمها ايه اول امجز مسلا هنا اول امجز دي الاري اهي بتساوي هحط عنصر دلوقتي فيها اللي هو الامج راندوم ده فاصبح كل صورة هتعدي من الفلتر وتدخل في الابلود وترفعت وزاي الفل وباشا اروح حاطتها جوه المعلمة دي فالاري دي هتدخل تجمع لي جميع السور كلها السليمة وتطلع لي برا اللوب اعمل فيها اللي انا عايزه كله هنشوف الكلام ده دلوقتي حالا لما خلص هنا في الاخر خالص بعيدا عن الكلام ده كله واقوله عند الريكوست جوه السيرفر ريكوست ده خليه نقفل كل الحاجات دي نكسب سطور هنا جوه الريكوست مسود هنا في الحيطة دي هقوله print or السور بتاعتي اللي هي اللي هي اللي هي ولو هعمل هنا ونشوف ايه اللي حصل زي ما نشايفين طبعا يقريه فيها الصورة الاولى اهي والعنصر التاني اللي هو الصورة التانية تعالى بقى نعدل في الصيز عشان انا عايزه بصراحة يطبع لي جميع السور هقوله لو الصورة اكبر من كام هي مية وتلاتة هقوله لو اكبر مثلا من متين الف ما فيه الصورة عندي اكبر من متين الف خالص يبقى كده كلهم بازن الله هيعدوا فهروح اخد السور بتاعتي كلها اللي هي دي معاهم دول والله ما فيش مشكلة احنا خلاص عملنا تشيك على الارور فبقى عندي اريه فيها التلات سور دلوقتي الاولان هي هي والتانية هي والتالتة هي والحمد لله بقوا كلهم في اريه استنى طب دول اريه دلوقتي انا عايزهم سترينج واحد عشان ابعته للداتابيس يا مؤمن ده حقل في الداتابيس عايز فيه الكلام ده كله بسيطة جدا هاجي عند الاريه تحت خالص اللي هي اسمها وهسميها مثلا دي بي فيلد او امج فيلد الامج فيلد ده هيكون الحقل اللي انت هتحط فيه او هتبعته على الداتابيس الحقل ده يكون عباره عن كولو عامل بتاخدلي عناصر الأري كلها اللي هي مرتبطة بالكما نعملها كوما اهي العناصر كلها زي ما انت شايف عنصر والمفروض بعديه كوما بعديه كوما العناصر الأري كلها يحطها لي في واحد وبعدها اقول له يا باشا اتباع لي الامج فيلد. واسيبك بقى دي واناش محتاج انها خلاص. اروح اعمل زي ما انت شايف واحد اهو في جميع عناصر الاري. فصلي بينهم بايه? بالعلامة الكومة. عشان انت ليه فصلي بينهم? عشان لو لزقهم في بعض تديك مثال بس بس بسيط. اروح انت عملت كده مبساطة شديدة. عملك فصلك بينهم بالبايبلاين. فبسيطة. ممكن تسيبه كده على فكرة. وبعد كده لما تيجي تفصل الاري عن بعضة تفصلهم بنفس السيباريتور ده. فانا بس اقول لك عشان تتعود ان بلاش موضوع الرموز الغريبة. خليك في الحاجات المعروفة. الكومة دي معروفة. فالسترينج ده بعد كده عن طريق الاكسبلود هتفكوا تاني وتتحولوا الاري تاني وعملناها في الكم مثال اللي فاتوا. لو تفتكروا عن طريق الاكسبلود طلعنا عناصر الاري كلها. يعني هنا انت بقى معاك فيلد بسيط حق تبعته في الداتا بيس بسهولة شديدة من غير اي مشكلة خالص خالص خالص. وطبعا مش محتاجة اقول لكم لو انت حابب تتبع السور دي كلها اللي في الامج فيلد دي تقدر بالفور ايتش طبعا لو انت مسلا حولتهم لسترينج واحد او لو هم اري ممكن تتبعهم لما تحولهم الاري بالفور ايتش تقوله ايمج سورس وجوه جوه السورس ده هيكون فيه السور بتاعتك كلها مع مصار الابلود عشان تعرضهم كلهم في مكان واحد. والموضوع طبعا سهل وبسيط ومش مستاهل اي حاجة خالص. كده جماعة نقدر نقول بفضل الله والحمد لله ان احنا خلصنا وعملنا كل حاجة. وعايز اقول ان دي الحاجات الاساسية اللي تخليك تعمل اي ابلود سكريبت في الدنيا. الحاجات الفضلة اللي عايزكو تطلعوا عليها هو موضوع المصار لما تيجي تتعامل مع السيرفر. فيه تلات حاجات او تلاتة فانكشن مهمين ان انت تقرع عنهم وهقول لك اسميهم دلوقتي العشان تكون مهم. زي ما ان شايفين هنا الديار نيم والجيد سي دول دي او الكارنت وركنج دايركتوري. الكارنت وركنج دايركتوري بيجب لك الدياركتور اللي انت اشغال فيه دلوقتي. يعني عشان تكون عارف ايه الدياركتور اللي انت فيه دلوقتي وبقناه علي تشوف انت موجود فين يعني هنا مثلا زي ما ان شايف المكان اللي انت فيه اهو وعندك الريل باس الريل باس ده بيطلع لك الابسلوت باس نيم من الاول خلص فممكن تدمج التلاتة دول مع بعض ببساطة شديدة ان انت تستعمل اول حاجة خالص من برا الريل باس اللي بيجيب لك المسار كاملا وجوه الديار نيم وجوه الديار نيم تستعمل الديار نيم تستعمل الديار نيم تبص عليه بصة على السيرفر لو انت شغال على سيرفر الكود بيكون بالشكل ده الريل باس بيكون جوه الديار نيم وجوه الديار نيم الديار نيم فالمسار الكامل ده بيوصلك لحد الفولدر اللي انت فيه بطريقة سليمة عايز اقول تاني فيه اكتر من الف طريقة ببالغ طبعا تقدر تعمل بيها الكلام ده كله فالموضوع بس عشان لو وجهتك مشكلة المسارات ما بتتكتبش في السيرفر بالطريقة السهلة اللي احنا عملناها دي عشان لما تشتغل في سكريبت اونلاين او لايف هتحتاج ان انت تتعامل مع الفنكشنز دي فكان لازم احبطها لك عشان تكون عارفها وتتطلع عليها موضوع الحماية زي ما اتفقنا عملناها في كورس الحماية في كورس البيتش بي الخاص بالحماية في القناة عشان ما يدوش تاني هنا طبعا بس اقول بس الحاجات اللي تركز عليها ان انت الفولدر بتاع الابلود تعمل عليه في فايروال جدار ناري عشان ما حدش يقدر يفتحه وبالHT Access ان انت تمنع استخدام او تمنع فتح اي فايلز غير بس السور عايز تراح دماغك وتخلي ما فيش حد اصلا يقدر يفتح سور من المسار ده انه يشوفها حتى على موقعك اللي عايز شوف سورة يشوفها في المكان المناسب ليها امنع كمان تشغيل السور من الفولدر ده فانت كده هتبقى طلعت من كل الهدك ان حد لو اختركك ورفع ملف ما يدارش يرفعه او ما يدارش عفوا ان يشغله يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل واعجبكو ويا رب الكورس كاملا او البلاي لست يكون زريفة ويعذرونه على اي تأثير وان شاء الله يكون قدرت اوصل للحاجة لو في حاجة حسيت ان هي معقدة عيدها تاني الكود سهل جدا وبسيط وحاول تكتبه بنفسك لما تشتبك في الكود وتكتبه هتلاقي الامور بقت سهلة جدا ان شاء الله اشوفكم مع كورس جديد وبلاي لست جديدة والسلام عليكم ورحمة الله